إسرائيل استهدفت بشكل واضح الفصائل المسلحة المقربة من إيران العراقية وغيرها الموجودة في سوريا في الفترة الأخيرة بشكل كبير حزب الله ضرب بشكل كبير استنزاف لعناصر الحرسة الثورية الإيرانية أيضا في الأيام القليلة الماضية واضح في دير الزور في الميادين في ألبو كمال في دمشق اجتماعات وغيرها وها نحن دخلنا في ضرب القنصلية وإخراج السفارة الإيرانية عن الخدمة هذه تعتبر خطوط حمراء من يدخل بالقنصلية أو السفارة الإيرانية من المفترض هو يعني كأنه داخل إيران وضربها يعني كأنها ضرب إيران ما الذي تريده إسرائيل يعني بتقديرك من هذه الضربات هل تريد إخراج جميع الإيرانيين واستنزافهم في هذه المنطقة وأفراغ كل الدعم أو قطع كل الدعم الذي يأتي من هذه المنطقة باتجاه حزب الله للتهيئة لحرب تجاه حزب الله في الفترة القادمة يعني كيف تقرأ مثل هذا النوع من التصعيد أحسنتم ولذلك قلنا أن عادة الانتشار هي بمثابة تبني لمبدأ العزل الجغرافي وحتى يتحقق العزل الجغرافي لابد من تليين الأهداف في المناطق التي تمثل عقدا استراتيجية لخطوط التواصل أي بمعنى عزل العراق وإيران عن سوريا ولبنان هو بحد ذاته يؤثر بشكل كبير جدا على حيوية وفاعلية الأجلحة الحليفة لإيران لا سيما أن القطع بري يعني في كثير من الأحيان الدعم الجوي يكون محدود لا سيما في ظر رصد واستمكان الجوي وضربات لدعم المطار دمشق وما يحصل من ضربات متتالية كادت تصل إلى مرحلة قطع الإمداد اللوجستي جوال بشكل كامل بوقع الاعتماد وين على خط الدعم اللوجستي البري وهذا ما حصل في عادة الانتشار التمنظر العزل الذي سيحصل أنه سيصبح هناك ضرب عميق في سوريا حتى يصار إلى عزل حزب الله جغرافيا بشكل كامل تنهيدا لتنفيذ معطابات مدرك من قبل المتابعين أن مرحلة ما بعدها غزة ستكون حزب الله لتأمين ما يطلق عليه بالعمق استراتيجي ضامن للأطلال البحرية التي ستكون جزءا لا تجزئ من أمن الطاقة لأوروبا وللولايات المتحدة بل حتى لمنطقة الشرق الأوسط الأبعد من ذلك أنه هل ستتكامل هذه الضربات أو تتمدد باتجاه العراق وإذا تمددت ما هو الغاية منها أو الجدوى منها لأنه بالرغم من الضربات التي تجري في سوريا لا زالت خطوط الإمداد من العراق في تعزيز القدرات في داخل سوريا قائمة فما الضامن أن هذه الضربات التي خرقت فيها حتى القانون الدولي لأنه ما عادت اتفاقية فيينة قائمة لأنه في اتفاقية فيينة وبالتحديد في اتفاقية فيينة في الستين تتحدث عن المحرمات يعني حتى الأرض التي تجاور السفارة تصنف إنها من المحرمات التي لا يجب البساس فيها فما بالك بقنصلية ملاسقة إلى السفارة فإذا هناك خرق للقانون الدولي وخرق لاتفاقية فيينة الآن في العراق ماذا سيحصل؟ لأن الارتباط العضوي والذي يشكل خطوط دعم يسند بعضه وبعضا هل ستتمدد باتجاه العراق؟ هل ستنفذ هذه عملية التجريد الجوي وتتوسع باتجاه العراق؟ وتتحول من عملية نوعية عمليات نوعية إلى عمليات واسعة وعمليات مكثفة؟ لأنه في الضربة الأخيرة لاحظنا أكو رسالة كانت واضحة أن تضرب عجلة بقدرات تدميرية محدودة جدا يعني بين حادثة المطار وحادثة الحادثة التي ضرب فيها أحد عناصر حزب الله في العراق كانت واضح الفارق الكبير جدا في التقنية يعني حادثة المطار أحدثت تأثيرا وتدميرا واضحا في العجلات لكنه في الضربة الأخيرة التي هي للساعدي كانت بدقة عالية جدا ما يعني أن القدرة الصاروخية اختلفت وإحنا أكدنا على هذا الحقيقة يعني يقدر أن الهيلفاير في حادثة المطار كان هو الراداري الذي كلفته تفوق المليون دولار لكنه في حادثة الساعدي كان الصاروخ الأكثر حداثة والذي تصل كلفته إلى خمسة مليون دولار كانت رسالة ضمنية إلى أننا لازمنا نتحرك في فضاء العمليات الخاصة والاستهداف لبؤر التهديد هل ستبقى هذه المعادلة قائمة في العراق ولا تكسر قواعد الاشتباك؟ طيب إذا استمرت العمليات واستمرت تصعيد ستحصل مثل هكذا عمليات ربما تستهدف تنظوبة القيادة والسيطرة ولا نستبعد أيضا أن تكون هناك شخصيات مشمولة مثل هكذا عمليات شكرا